اشتركوا في القناة والسجود المجوث وهرودس والخطة اللي عملها عشان يموت الملك انه هو مش عايز حد يبقى ملك مكانه بسال المسيح لما جه طولت في مكان فقير جدا في مكان بسيط يعني حتى افقر الناس مرداش يطولت فيه ربنا بيحاول يورينا انه هو بيحبنا جدا بسبب محبته ده بيتطاد عشان يعلمنا دروس كتير الناس اللي بتفتخر بما تملك السيد المسيح لما جه اتولد في مزوط بقر ما عندوش حاجة خالص كان يقدر يتولد في افضل اماكن لكن هو فضل كده عشان اللي ما عندوش يقول ما هو انا ما عنديش ما هو برضو ما كانش فيه السيد المسيح ما كانش عنده بحبة عظيمة لنا عشان بالنسبة لنا دلوقتي علامة العهد هي المعمودية احنا مش بس علامة عهد ده احنا كمان بنلبس المسيح نفسه في المأنتم الذين اعتمدتم للمسيح زي ما جوليس بيقول قد لبستم المسيح تاب سؤال دايما بنسمعه في في الحادثة بتاعت اطفال بيت لحم ليه رب تهرب من قدام هيرودوس وانت ملك الملوك هيرودوس ده يطلع ايه يعني لانت بكلمة هيرودوس ده معاد شي بقى موجود ايوه وهو فعلا يقدر يعمل كده لكن هو مش عايز يعمل كده كلمنا عن الماضي قبل كده في كزا مرة يمكن انتوا سمعتوا الماضي ده ان احنا مواكهة الشر مش هي افضل سبيل للعلاج احنا الانسحاب بيكون في خسار اقل للترفين في البيوت بالزاد بين الرجل ومراته بين الاب وعياله بين الام وبناتها مش دايما المواكهة بتكون هي الحل احنا الانسحاب بيكون في خسار اقل للترفين طبعا الله لا يخسر ولكنه هنا فضل ان هو ينسحب من قدام مواقع الشر الانسان الناصح والعائل والحكيم لما يلاقي فيه شر بيحصل في البيت او مشكلة بتحصل في البيت وشايف ان المواقع مش هجيب نتيجة ينسحب كتاب مؤدس يقول في سفر الامثال الصديق يرى الشر فيه فيتوارى يعني شايف شر يستخب الانسان اللي بيحب ربنا واللي عايز يعيش في السلام يعرف يوطي رأسه لما يلاقي فيه موجة مشاكل جاية نقول كلام ده للرجالة ونقول كلام ده للستات اللي ما بعرفش يوطي رأسه رأسه بتكسر من الآخر اللي ما بعرفش يوطي رأسه رأسه بتكسر بيفضل ياخد فوق دماغه لحد ما هيوطي في الآخر لان الغرض ان ربنا بيكبرنا وبيفهمنا وبيشكلنا عشان نتعلم الطاعة مهمة الطاعة مهمة جدا لان من غير طاعة مش هنتعلم الانسان اللي ما بعرفش يقول حاضر مش هعرف يتعلم هيفضل طول العمر واقف عند نفس المحطة بقناعاته الشخصية بفهمه اللي ما بيتطورش مش عايز يشوف غير الصورة الدايئة جدا ديها عن ربنا وعن مفهوم الإيمان في حياته طب ما هو ربنا بيشتغل معنا بانتظام وعمال يحطنا في مواقف ورا موقف ورا موقف ورا موقف عشان صورتنا عن ربنا تكبر تتغير ما نفضلش مسكين بس في الصورة بتاعت مدارس احد بابا يسوع اللي تولد في مزود بنكبر عندي بنكبر اكتر بنشوف ملك الملوك بنشوف ملك السلام بنشوف يعني ايه ضابط الكل بنشوف يعني ايه اله محب وبنشوف يعني ايه اله مقتدع وبرده نسمع مخيف هو الوقوع في يدى الله الحي كل دي جوانب متعددة عن نفس الاله لكن لو احنا بس فضلنا مسكين في جانب واحد بنبص منه على ربنا احنا كده ما بنكبرش احنا كده قمعتنا عن ربنا اتجمدت في مرحلة واحدة ربنا لما بيسمح بتجارب والمشاكل بيحاول يورينا اوجه متعددة عن شخصه عشان نتعلم ونكبر كان يقدر يقف قدام الشر في الحادثة بتاعت هيروديس وانتصر عليه بالسهل ده هو الاصعب مكينة كان يقدر كمان السؤال الفلسفي اللي بيتسأل دائما في الحادثة دي يقول وكان يقدر ينقذ اطفال بيت لحم المسكين اللي ملهمش زنب دول لهو يعني طيب ما كان أنقذه ليه يسابهم يموتوا ليه هو يهرب ويسابهم يموتوا في ناس بتقول كده احنا المواكهة زي ما قلنا مش افضل طريقة والمشكلة الناس اللي بتقول ليه زنب الاطفال يموتوا السؤال فحد ذاته غلط هما ملهمش زنب والموت فحد ذاته ما هواش عقوبة لان انت لو حكمت بمعايير الارض فقط هتفتكر ان هو الموت بالنسبة لهم زنب لا او عقوبة مش ده من غير معايير السماء من غير الابدية ما نقدرش نفهم شغل الله يقول كده في سفر الجامعة اي عجيبة اوي جامعة ثلاثة صاحة ثلاثة اي عشرة تقريبا يقول جعل الابدية في قلوبهم التي بدونها لا يستطيع احد ان يفهم العمل الذي عمل منذ البدء الابدية جعلها في قلوبهم عشان الناس تفهم الكلام اللي ربنا بيعمله والشغل اللي بيتعمل من غير الحياة الابدية ما نوصلش وما نفهمش ربنا بيفكر ازاي او بي يعني وحتى مع الابدية احنا مش قادرين نفهم كل حاجة احنا بس ندرك ان الحياة اللي على الارض دي ما هياش كل حاجة دي مجرد مرحلة واتعدي من دون الابدية ومن دون المكافأة الساموية مش هنفهم ابدا الاحداث الارضية مش هنفهم التعب اللي بنمر بيه هنيجي بقى النهاردة الكلمة بتاعة النهاردة اللي هي بالصبر والتعزية يكون لنا رجاء زي ما بولس الرسول قال في البولس زي ما سمعنا من شوية بالصبر والتعزية يكون لنا رجاء لان من غير المكافأة الساموية او الابدية مفهوم الابدية مش هنفهم ابدا الاحداث الارضية قادر اقول لكم اطفال بيتلحم دولة ليهم مكانة خاصة جدا عند الطفل يسوا لان لو لهم ما كانش تام الفداء شوف انتوا بقى النمو المستمر بالصبر النمو المستمر بالصبر الانسان اللي بيصبر بينمو باستمرار اللي بيصبر على المشاكل بينمو باستمرار الانسان اللي طول الوقت بيشتكي ومش قابل الوضع اللي هو فيه ورافض وبي يتواجه دايماً مع اللي قدامه في تصادمات مستمرة مش عارف ينمو انه في الواقع ما عندوش مشكلة مع الناس اللي قدامه هو عندو مشكلة مع ذاته ذاته هي المشكلة هي الواقفة ومحجمها يقول كده انت ما تقدرش تختبر حريتك لوحدك you can't experience your freedom alone ليه؟ لان انت حريتك بتختبر مع الاخر لان لو انت الواحدك طول الوقت انت هتفضل تعمل اللي انت عايزه انت طول الوقت ده مش حرية ده استعباد للذات الانسان اللي بيفضل يعمل اللي هو عايزه طول الوقت مستعبد لذاته enslaved for his own ego لكن الانسان اللي يقدر يتفاعل مع الاخرين ويختبر قراراته مع الاحتكاك مع الاخرين بيقدر ينمو من مرحلة الفرد لمرحلة الشخص اللي هو مش individual يعني بيبقى person متفاعل مع اللي حوله ديناميك مع اللي حوله بيقدر يختبر حريته وبيينمو في نفس الوقت النموه في الحياة الروحية ما هواش حاجة لكشري ما هواش حاجة سانوية حاجة اساسية جدا ما ينفعش نفضل وقفين عند المستوى معين مطلوب مننا نحن ننو زي ما بنسمع في الترنيمة بتاعة ايوال فخار الاعظم انا كالخزفي باين ايديك عدوا اصنعني وعاء اخر المسلامة يحسن في عناك المرحلة دي او البروستس دي اتعملية اعادة تشكيل وبناء مستمر زي ما بوليس الرسول قال التشكيل المستمر مش حيتم مش حيتم في حياتنا من غير ما احنا نقول حاضر يعني احنا ربنا بيبقى بيشتغل مع الناس وعمال يعلم فيهم دروس جديدة وهم عشان عندهم وذاتهم عالية جدا رفضين يتعلموا كل حاجة على رغم من انهم فعلا بيمروا بالمشاكل وبيمروا بالازمات دي لكن الناس اللي بتدور تتعلم من المشاكل اللي بتمر بيها وتتعلم تشوف جزء جديد عن حياتها مع ربنا وازاي تختبر طرق جديدة ازاي تقابل بيها ربنا دول هما اللي بيبتدي وتشكلوا ويقبلوا التشكيل اللي رافض بيتطر يكسر ويرجع يتصلح تاني وربنا يقعد يشكل من تاني وثالث طيب احنا مطلوب مننا ايه مطلوب مننا ان احنا نوطي رأسنا ونقول رب اشتغل واعمل فيه وانا اسلملك وانا متأكد انك بتعمل معي ده في حد ذاته اسمه التسليم طيب التسليم ييجي كده اللي احنا لا ما بيجيش اللي احنا بيجي معاه الصبر وزي ما قلنا قبل كده سؤلنا في الودس الانجليزي يعني يبدأ الصبر عندما ينتهي الصبر يعني خلاص تحس ان انا مش قادر ازبو رأكتر من كده هي دي اللحظة اللي انت محتاج تبتدي فيها تختبر معنى الصبر الحقيقي بيسأله واحد من الرياضيين مرة بيقوله انت بتعمل كم بوش اوبس في الجيم ها مني بوش اوبس يدو قال لهم ما عرفش ما بعدش قالوا يعني ايه ما بتعدش قال لهم ما اصدقني ما بعد طب قول لنا نظامك قال لهم انا بقعد اعمل بوش اوبس بقعد اعمل بوش اوبس بوش اوبس انو لما تبتدي عضلاتي توجعني ابتدي عد فقدين بايكم اللي قبل كده مش محسوب اللي قبل كده بس ايه ام ورمان اب فما يتحسب لكن احنا احنا كده احنا محتاجين نختبر فعلا الصبر لما بتدي لما تبتدي الامور تبقى متعبة وتبقى مؤذية وليه ملينا ساعتها نختبر معنى كلمة الصبر في حياتنا لان اللي بيختبر الصبر بيختبر معاه التعزية واللي بيختبر الصبر والتعزية لازم يتكون لديه ها رجاء في صاحب التجربة اللي بعت التجربة وإله الكل وضابط الكل اللي بيختبر الصبر بيختبر معاه التعزية واللي بيختبر الصبر بالتعزية زي ما بيقول كده بالصبر والتعزية يكون أو يولد أو يتكون أو يعني يتخلق جوانا رجاء ربنا بيسمح بال بالأحداثة المستمرة تحصل في حياتنا بذات المشاكل وبذات الديئات أحيانا عشان يصح فكرة غلط احنا واخدينها عنه أو مفهوم غلط احنا فاهمينه عن ربنا أو عشان يشيل من جوانا يعني شوائب مش هنوصل بسببها للسماء فيفدل يصلح ويصحح الناس اللي بيتقاوم ومش عايزة تتعلم مش فاهمين انه ده لخلاص نفسه أما اللي بيقبل وبيسلم فبيبتدي بيبتدي يختبر صبر جديد مريح صبر مريح صبر سماوي من عند الله لأنه صبر ممزوج بالتعزية مش صبر مش صبر كده مر لا صبر ممزوج بالتعزية فيقدر يختبر الرجاء اختم بالنقطة ديت احنا الناس بتبقى رفضة الواقع او رفضة المشاكل اللي هي فيها لأنه هما مش قابلين الديقة احنا ربنا بيبعت البركة بس المتغلفة في شكل ديقة في شكل مشكلة هي دي بركة بس واخدها شكل مشكلة لو قبلت المشكلة وقبلت الديقة انت بتاخد البركة اللي جواها بس هي بتيجي مع بعضها كده بتيجي باكج فاش تاخد حاجة وتسيب حاجة الناس اللي بتقبل ده بتقبل المشكلة باللي فيها لازم ربنا بيديها بركة المشكلة دي ربنا ما يديش تجربة ابدا فوق احتمال الانسان ولما الانسان بيحتمل بيتزكى يعني ايه تزكى يعني يبتدي شخصيته تتبني قناعاته القديمة بتوسع وبتكبر وبتتغير وبتتقدم وبيتشكل عشان يكون اناء مختار لعمل الله فيه احنا احنا بنبقى العائق قدام نمو ايمانا احنا اللي معطلين نمو ايمانا ربنا عايز يشتغل معنا لكن احنا رفضين لاننا نقفين محلك سر مسكين في القناعات القديمة مسكين في افكار ابتدائية وافكار اعدادي ومش عايزين نكبر وندي الربنا فرصة يشتغل مش عايزين نشوف يعني ايه ضابط الكل مش عايزين نشوف يعني ايه ملك السلام ومش عايزين نبص خالص على فكرة على الاهل اللي بتقول مخيف هو الوقوع في اداء الله الحي لا على فكرة الخوف مهم الخوف مهم لان فيه ناس ما بتفهمش ما بتفهمش غير بالتأديب فلما يوصل وربنا اللي قال كده يبقى على بعضها باكتش اه الله محب وحنون وطيب لكن في نفس الوقت برضو مخيف هو الوقوع في اداء الله الحي عشان ما نتهونج لا الا اضيع الابدية مننا اللي بيختبر ده صعب اللي بيختبر الديقات او الديقات ويختبر البركات اللي جواها اللي بيقدر يختبر ده تلاقوه صعب تلاقوه يكون مفتخر بنفسه انه عارف ان البركة والنعمة من عند الله مش من دراعه فتلاقوه صعب يفتخر بنفسه صعب يكون ذاته منفوخة جواه تلاقوه عارف يزبر وعارف يسلم عارف يزبر وعارف يختبر الصبر الممزوج بالتعزية ويبقى جواه رجاء وعارف في نفس الوقت امتى يسلم لربنا عشان الله يعمل بفرح جواه واتعزم داخله الرجاء بالرب فالنصلي بعين الرجاء متوقعين تعزيات السماء من رب المجد واله تعزيات اللهم كل مجد وكرم اللهم اللهم اشتركوا في القناة